بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يقول الله جل وعلا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لا يجتمع العسر بين يسرين ولرب نازلة يضيق بها الفتى وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج مفاتيح الفرج كثيرة منها الاستغفار قال جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب من مفاتيح الفرج أيضا ملازمة التقوى قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري الله قدر الأشياء دعي المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حالي من مفاتيح الفرج أيضا الصلاة قال جل وعلا لسيدنا رسول الله وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وكان سيد الخلق وحبيب الحق وهو أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا كان إذا حزبه أمر يفزع إلى الصلاة وكان يقول لسيدنا بلال أرحنا بها يا بلال إذا كنت في هم وضيق فأقبل على مولاك أسجد واقترب لا تقل همي كبير ولكن قل يا هم ربي كبير ضع نصب عينيك هذه الآيات ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ضع نصب عينيك هذه الآية لا تقنطوا من رحمة الله ضع نصب عينيك أن الله ينجيك من الكرب والهم تذكر دعاء سيدنا يونس وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فجاء الجواب من الله جل وعلا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بالصلاة بالاستغفار بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يزول الكرب تزول الشدة ويأتي الفرج والرخاء يأتي اليسر بعد العسر قال سيدنا رسول الله لسيدنا أبي عندما قال له يا رسول الله أجعل صلاتي كلها عليك قال الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك إذا كنت في هم وضقت بحمله وأمسيت محزونا وأصبحت في حرج فصل كثيرا على المختار من آل هاشمي فإن الله يأتيك بالفرج عليك بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعليك بالدعاء أكثر من الدعاء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين عليك بدعاء سيدنا رسول الله الذي علمه للصحابي الجليل فقال له قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العاجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال تأكد أن مولاك معك لن يتركك ولن يتخلى عنك أبدا لا تخف من أي شيء روعك كن مع الله يكن ربي معك أسأل الله جل وعلا أن يفرج الكرب عن المكروبين وأن يكشف هم المهمومين وأن يزيح الغم عن المغمومين اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد بدءا وختاما وشكر الله لكم حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته